ثمان مواد معدلة ومتممة لأحكام دفتر شروط تصنيع المركبات وفق المرسوم التنفيذي من شأنها أن تنظم سوق الصيارات في الجزائر فمن بين الشروط الجديدة تقديم بروتوكول الاتفاق يبين أن الاستثمار الموقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين الطرف الجزائري والشريك الأجنبي كما يتضمن المرسوم التنفيذي كذلك تحديد مستويات الإنتاج المتوقع حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج مع تحديد قائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا ناهيك عن تحديد توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالمشروع عند الاقتضاء وعند عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم يمنح للمصنع بالنسبة للصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته 12 شهرا لكل مرحلة مع تقفيض نسبة 25% من البرنامج السنوي للتوريد وفي حالة عدم بلوغ هذا الهدف يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه وتقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء إجراء سيمس كذلك الشركات المناولة للتحقق من احترام نسبة الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة ووفق المادة 33 يعفى من الحصول على الرخص المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية وبهذه التعديلات تمضي الحكومة قدما نحو طي ملف السيارات في الجزائر بخطة ثابتة وفق ضوابط وإجراءات حاسمة ودائمة تضمن وفرة المنتوج بمعايير دولية وضوابط قانونية تحمل اقتصاد الوطني والتوجه نحو التصنيع الحقيقي للمركبات في الجزائر لتحقيق انتعاش محسوس في سوق السيارات